تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فوجه تهنئة لأبناء الوطن العزيز والمقيمين على أرضه الطيبة وللأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه تفضل مولانا حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فوجه التهنئة لأبناء الوطن العزيز والمقيمين على أرضه الطيبة وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445 للهجرة وإذ يزجي جلالته أبقاه الله تمنياته لهم بقضاء إجازة هانئة سعيدة فإنه يدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عليهم جميعا وهم في خير وألفة ووئام وأن يجعل أيامه ولياليه المباركة ممزوجة بثيوض المسارات والبركات حفظ الله جلالة السلطان المعظم وأمد في عمره وأحاطه بعنايته ورعايته وأسبغ على سلطنة عمان بمزيد نعمه وألائه وعاد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالأمن والرخاء وكل عام والجميع بخير